السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات بس راجعلكم فيديو جميل قوي النهاردة وسريع جدا جدا فقلم النص ساعة هنكون عملنا الغداء والنتيجة روعة 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 بس هل الاول هنقول بسم الله ونبدأ نحط حلة فيها مية عشان نعمل شربة عشان هنعمل طاج بمية باللحمة في الفرن فضيح 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 حطينا بقى الشربة على النار وحطيت فيها بصلايا وشوية معلقة صغيرة خالص من الفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من الكمون ونزلت باللحمة بتاعتي في قلب الشربة هي دلوقتي بتستوي ويجبت حلة تانية كده صغيرة علشان اعمل طشة البمية الصلصة بتاعة البمية علشان انا مش هخليها نيف نيف المراضي كل مرة طبعا لازم نغير شوية في الاكلة ولازم نعملها بطريقة مختلفة اول حاجة بقى انا حطيت معلقة زيت كده سخنت وبعدين نزلت بمعلقة من الطوم المهروس وقدتها طشة كده على النار وهنزل بالطماطم المفرومة اللي انا ضربها في الخلاط هنزل بيها واسبها تتسبك شوية مش هاسبها تتسبك كتير شوية صغيرين بس كده علشان تكمل سواها في الفرن مع البمية طبعا والبمية دي طبعا بقى كانت في الفريزر وانا مطلعها على طول كده فكت تهيت معي ونعمل بقى شوية رزة ابيض كده طبعا عملناهم كذا مرة اللي احنا بنحط عليهم معلقة خل علشان الرزة يبقى ابيض قوي بس هنعملهم بقى تاني دلوقتي شوية رزة ابيض كده ودايمن الرزة الابيض ده له اكلات معينة كده بصوا اللحمة هي طبعا مش متقطعة انا كنت احطها في الفريزر كده زي ما هي فانا بديها غلوة بس على النار كده وبعدين هبدأ اقطعها ونزلها تاني في الشربة علشان هحطها في قلب الطاجن الجميل بتاعنا ده الرزة بقى حطيت له طبعا شوية زيت ودوبك تشويحها وهنزل عليه الشربة وخلاص طبعا ما اقفوش اي حاجة الرزة الابيض ده بقى زيب انا بقول لكم كده له اكلات معينة كده بصراحة يعني طاجن البامية ده بيبقى فزيع بالرز الابيض ده والفاصولية البيضة برضو بتبقى جميلة او بالرز الابيض يعني في حاجات معينة كده لازم ناكل جنبها الرز الابيض يعني الملوخية بصراحة بتبقى بالرز اللي هو بشعرية بتبقى فزيعة نجي برضو نعمل الملوخية برضو برز حبية وحبية برضو يدخل الفرن بحس ان ما بيخدش وقت خالص يعني مثلا ما اعمل سنية بطاطس اي صواني او اي طواجن في الفرن مفيش ان تخدش وقت خالص بس دخل الفرن على طول بس انا حبيت بقى البامية دي اتحبيت تسبك انا كنت ممكن حطيت البامية على الطماطم على معلقة طوم على على بصلاية كده بشراها ودخل كل ده في الفرن ياخد سوا مع بعض بس انا حبيت اديلها غلوة بس الطماطم كده بتدي طعم برضو حلو ايه وكل مرة لازم نغير يعني بصوا بقى هي تسبك التسبكة بسيطة ما سبتهاش خالص يعني هتلاحظوا ان الطماطم لسه زي ما هي في الحجم بتاعها يعني اه لو تسبكت الطماطم بيبقوا شو صغيرين خالص لكن انا سايبها زي ما هي بس تاخد غلوة بس بس بسيطة كده وابدأ بقى نزل لايه التوابل بتاعتي انا مش عايزة طبعا اغير في طعمها فانا حطيت اه فلفل اصمر وكمون بس اكتفيت بهم بس واخد لها تقليبة بس بسيطة كده ونبدأ ننزلها في الطجن على طول طبعا نحط الملح برضو آآ نزبط ملحها واللحمة برضو بتستوي وكلو بيستوي في وقت واحد يا دوبك بس هتدخل الفرن والاكل يكون جاهز نيجي للطجن بقى بتاعنا ننزل كده البامية ننزل بقى بالسلسة الجميلة بتاعتنا دي بس هنحط بقى هنحط اللحمة وهتدخل الفرن على طول مش محتاجة اي حاجة تاني نبدأ بقى نرصص اللحمة فوق كده يا طبعا البامية كانت مسلوقة سلقة خفيفة كده قبل ما تدخل الفريزر واللحمة برضو هي مسلوقة يعني خلاص دخلت على سوى برضو فالاكل كده كده ايه يعني مستوي يعني ما فيش هيدخل بس ياخد لون كده في الفرن وريحة برضو من الطجن بتاعنا ويبقى كده خلاص احط بس شوية سلسة كده على اللحمة من فوق عشان تدينا لون معانا اما تيجي تدخل الفرن بقيت اللحمة دي بقى هنعمل بها حاجة تاني بس استنوني لحد ما ندخل الفرن بعد ما نغطيه بالفويل اللي معانا كده وهنشوف هنعمل ايه في بقيت اللحمة اللي معانا غطي كويس بقى وادخلها الفرن على طول بقيت اللحمة اللي معايا بقى هقطع كده فويل واحنا عملناها برضو مرة قبل كده مش قادر اقول لكم اللحمة دي بتبقى طعمها ايه بس ما عملناش فيها حاجة هي لحمة مسلوقة هي بس شوية التوابل وورق الفويل اتحطت فيها ودخلت الفرن انا معرفش سبحان الله يا رب اتغير طعمها لدرجة فظيعة يعني انت لو كنت لحمة مسلوقة وجيتي كنت دي فيه فرق فظيع طعم ومنتهى الجميل ما قلنا ما عملناش اي حاجة احنا يا دوبك بس دخلناها الفرن بشوية كمون وفلفل ما عملناش اي حاجة تاني بصو شوية كمون شوية فلفل اسمر وعليهم شوية كمون صغيرين ورشة ملح رشة ملح بسيطة هي كده كده اصلا الشربة كانت فيها ملح واقفل الفويل اللي معي ده على اللحمة وهدخلها الفرن مع مع طاجن البامية هنحطه في طبق كده أوسانية على الشبكة بس يا دوبك بس بتاخد ريحة من الفويل سبحان الله بتبقى طعمها جميل جدا وطعمه مختلف انت بقى ممكن تحطي اي توابل تانية يعني مثلا ممكن تحطي رشة جسط التيب رشة جنزبيل بقتدي برضو ريحة وكده بس انا اكتفيت بالفلفل الاصمر والكمون ورشة الملح بتطلع بقى روايح ايه ماشاء الله جميلة جدا توابل الباقة الموجودة عندك حطيها استعمل يا زما تحبي بحطيه وطبعا الرز استوى والطاجن في الفرن بياخد لوم بس وكده يكون الاكل جهز ويدوبك بس على على التقديم بصوا نقفله بس كويس كده وما فيش اسرع من كده واطعم من كده يا ريت بقى لو عجبك الفيديو واكيد ان شاء الله يعني عجبك ما تنسيش تحطي اللايك وشير لي الفيديو ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تعملي سبسكرايب للقناة واتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد واتمنى يكون الفيديو عجبك باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة